اشتركوا في القناة في ذلك العام مصابقة يورو كانت الاجتماع الأول لمنتخبات أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم تتغير خارطة كرة القادم كثيرا مثلما تغيرت الخارطة جغرافيا لكن ذلك التجمع ترك لنا حدثا مميزا حيث فاز منتخب لم يكن مدعوا بالأساس قيل أن لاعبه قد تجمعوا من الشواطئ وقطعوا مشوارا شجاعا للصعود لمنصة التتويج قصتنا اليوم عن يورو 92 وبطلتها الدنمارك كانت الكرة الدنماركية في تلك الأوقات تمر بفترة سيئة حيث خرج المنتخب من الدور الأول في يورو 1988 وفشل في التأهل للدورة الأولمبية في نفس العام بسبب إشراك لاعب غير مقيد في إحدى المباريات ثم وصلنا إلى التصفيات المؤهلة اليورو 92 والتي بدأت بتعادل مع آيلندا الشمالية ثم خسارة من يوغزلافيا في كوبنهاجن الأمر الذي أدى إلى امتعاض الأخوين لاوتروب مايكل وبراين وانسحابهما من المنتخب لتخسر الدنمارك مقعد التأهل لصالح يوغزلافيا هنا لعب الحظ دوره لصالح الدنماركيين عندما اشتعلت الحرب الأهلية في يوغزلافيا وتم توقع عقوبات عليها من قبل الأم المتحدة ليقرر الاتحاد الأوروبي إبعاد منتخبها عن يورو 92 واستدعاء الدنمارك للمشارك قبل أيام قليلة من انطلاقة البطولة مصائب اليوغزلافيين عند الدنماركيين فوائد قيل حينها أن اللاعبين تجمعوا من الشواطئ حيث كانوا يقلون الإجازة لكن وفقا للاعب الوسط كيم فليفورت فإن تلك القصة ملفقة إلى حد ما لأن معظم الععبي الفريق شاركوا في المباريات الودية الدولية في ذلك الوقت وكانوا يستعدون لمواجهة رابطة الدول المستقلة الاتحاد السوفيتي السابق عندما سمعوا الأخبار ثم وافقوا دون تفكير والتحق بالبطولة وقعت الدنمارك في مجموعة إنجلترا وفرنسا وصاحبة الضيافة السويد لم تكن البدايات مبشرة لكن من يكثرت فالعبرة في النهايات ففي المباراة الأولى للدنمارك استطاعت بطلوع الروح أن تقتنص نقطة من أنياب أسود منتخب إنجلترا المنتخب الذي كان قد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 1990 بقيادة مهاجمه غاري لينيكر نقطة كان عنوانها حامل حما بيترش مايكل الذي تفنن في إيقاف المد الإنجليزي تجرع بعدها منتخب الدنمارك الهزيمة في المباراة الثانية أمام منتخب السويد صاحب الأرض بهدف مقابل لا شيء لتتحقد الأمور نقطة في مباراتين والقادم مرعب إنها فرنسا ميشيل بلاتيني وجاء الموعد وكان معه الدنماركيون في الموعد تحققت المفاجأة وانتصر تحت أعين جان بير بابان إيريك كانتونة لوران بلان وديديدي شامب لتتأهل الدنمارك كثاني المجموعة خلف السويد إلى نصف النهائي ومن قال أن الطريقة سيكون مفروشا بالورود الدنمارك ستواجه هولندا فإما أن تطحن وإما أن تطحن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين مثلهما ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح ركلات الحظ نعم الحظ الذي فكك الاتحاد السوفيتي وأشعل حرب يغزلافيا عاد مجددا ليقف بجوار محبوبه منتخب الدنمارك والذي عبر بنتيجة خمسة لأربعة فإلى النهائي أمام الألمان لعبت المباراة النهائية على أرضية ملعب يوليفي في مدينة جوثنبيرغ السويدية وتقدم رفاق بيترش مايكل عبر اللاعب جان فاكس يانسن في الدقيقة الثامن عشر ثم أضاف فليفورت الهدف الثاني في الدقيقة الثامن وسبعين إثنى عشر دقيقة على صافرة النهاية إثنى عشر دقيقة على صافرة النهاية مرت كإثنى عشر عاما على شمايكل ورفاقه لكنها مرت بسلام لتحدث المفاجأة الكروية المنتخب الذي لم يكن مدعو بالأساس جاء كضيف بعد سلسلة أحداث تراجيدية وكان ضيفا تقيلا على الجميع توجت الدنمارك بالبطولة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها وتحولت من ضيف شرف إلى بطل إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه القصة من قصة رياضية تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته